مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء يهتزو على وقع جريمة قتل بشعة والضحية مستخدمة في إحدى المصحات الخاصة المتواجدة بالقرب من المشفى والسبب خلافات شخصية لها ارتباطات بشبهة علاقة سابقة بين الضحية والجري دوليا وبالمانيا لشراكيون الديمقراطيون يفوزون في الانتخابات التشرعية بنسبة 25.7% من الأصوات وفي الرياضة برسمة دورة ثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية البيضاء الرياضي يفوز خارج ميداني على حسنية أجد نشرت الأخبار من كيف 24 بيطانج أهلا بكم البداية من مدينة الدار البيضاء حيث تمكنت عناصر فرقة شرطة القضائية بمنطقة أمن أنفى صباح اليوم الاثنين من توقيف مستخدم في شركة تجارية يبلغ من العمر 47 سنة وذلك للاشباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرحة باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد اعتدى المشبه فيه الجسديا بواسطة السلاح الأبيض على الضحية البلغة من العمر 34 سنة والتي تعمل مستخدمة بمصاحات خاصة تقع بالقرب من المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء وذلك بسبب خلافات شخصية لها ارتباطات بشبهة علاقة سابقة بينهما وقد تسبب هذا الاعتداء الجسدي في صبت الضحية بجروح خطيرة أفضت إلى وفاتها بعد نقلها للمستشفى الجامعي ابن رشد بينما تم توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإشرامية كما يقولون نوامنا الحبي ما قتل في خبر آخر أعلنت وزارة ثقافة وشباب ورياضة قطع الاتصال اليوم الاثنين عن طلق الدورة التاسع عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2021 بلغ للوزارة وضحنا الجائزة التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للأعلى من أجل تشجيع وتكريم الكفاءة الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية تشمل جائزة التلفز للتحقيق والوثائقي الإدعاء الصحفة المكتوبة الصحفة الإلكترونية والوكالة والإنتاج الصحفي الأمازيغي والإنتاج الصحفي الحساني والصورة والتحقيق الصحفي والرسم الكاريكاتوري فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية أعلامية وطنية سهمت بشكل متميز في تطوير المشهد العالمي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة يشرت في المرشحة لهذه الجائزة حسب البلغ أن يكون من جنسية مغربية وأن يكون مزاونا لمهنة الصحفة منذ ثلاث سنوات على الأقل وحصلا على بطاقة الصحفة برسم السنة الجرية وأن يكون اشتغلا بأحدى المؤسسات الصحفية الوطنية وأن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم وأن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال دولات الثلاثة الأخيرة بالمغرب دائما علنت وزارة وصحة أمسية الأحد عن تسجيل 734 إصابة جديدة بكوفيد 19 و1420 حالة الشفاء و35 وفات خلال 24 ساعة الماضية الوزارة أبرزت في نشرتها اليومية لنتائج كوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 21 مليون وتسعمائة وواحد وثلاثين ألف وسبعة وثمانين شخصاً فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف وخمسمائة وثمانية أشخاص ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالية لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 929 ألف وثلاثمائة وخمس حالات منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020 دولياً طولبة من سكان يحياء عدة في أحدى بلدات جزيرة لبالما الإسبانية اليوم الأثنين ملازمة منازلهم بسبب مخوفة من انبعاث غازات سامة قد يطلقها وصول حمام بركان كومبري فيخة إلى البحر بعد ثمانية أيام من ثورانه وقررت السلطات إغلاق عدد من الأحياء حيث من المرجح أن تصل الحمام البركانية إلى البحر خلال الساعات المقبلة ما سيؤدي إلى إطلاق غازات ضارة بالصحة على ما ذكرت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري الأرخبيل الذي تقع فيه لبالما وأضفت السلطات أنه سيتعين على سكان اتباع تعليمات والبقاء في المنزل مع إغلاق الأبواب والنوافذ حتى يتم تقييم الوضع وقد يؤدي تدفق الحمام السائل في البحر الذي كان متوقعاً بداية الأسبوع الماضي وتأخر بسبب تباطئ سرعة التدفق إلى أطلاق صحب من الغازات السامة في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة بألمانيا تمكن الحزب الشراكي الديمقراطي من الفوز بالانتخابات التشرعية مؤشراً على نهاية عهد المستشار أنجيلا ميركل ذلك بحصوله على 25.7% من الأصوات متقدماً بفارق ضئيل على المحافظين بحسب نتائج رسمية أولية أعلنتها اللجنة الانتخابية الفيدرالية اليوم الاثنين وحصل المعسكر المحافظ على 24.1% من الأصوات وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه بينما حل حزب الخضر الثالثاً بما نسبته 14.8% يليه الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 11.5% ويعتبر الحزب الشراكي الديمقراطي الألماني أقدم هيئة سياسية في البلاد ويعود تاريخ تأسيسه إلى 1875 منعاً من العمل السياسي خلال الحكم النازي وكان من بين القوى التي دفعت ثمناً غالياً خلال هذه المرحلة السوداء من تاريخ البلاد في الرياضة فاز فريق والوداد الرياضي خارج ميداني على فريق حصنية أقدير بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهما مسامسي الأحد على عرضية الملعب الكبير لأقدير برسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وسجل هدف الوداد الرياضي اللعب ريدا الجعدي في الدقيقة الحدية والعشرين وارتقى فريق القلع الحمرى عقب هذه النتيجة للمركز الأول إلى جانب غريمه الرجاء البيضوي ودفاع الحصنية الجديد بتسع نقاط فيما احتل فريق حصنية أقدير المركز الثامن إلى جانب الجيش الملكي بثلاث نقاط شاهدنا إلى هنا نصل وإيكم من خطن هذه النشرة الإخبارية شكراً لكم على طيب الإصغاء والمتابعة لمزيد من أخبارنا دائماً نتفضل بزيارة موقعنا الإلكترونيكا بذنكاتخ ومع ديت أسبوع موفقة إلى اللقاء